الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وخص شهر رمضان بالفضل والتشريف والبركات وحث فيه على عمل الطاعات والاكتر من القربات أحمده سبحانه على نعمه الوافرة وأشكره على آلائه المتكاترة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدنا عبده ورسوله أفضل من صل وقام وأشرف من تهجد وصام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون اتق الله تبارك وتعالى واشكروه على ما هيأ لكم من المناسبات العظيمة ومواسم العبادات التي تسقل الإيمان في القلوب وتحرق المشاعر الفياضة في النفوس فتزيد في الطاعات وتضيق مجالات الشر في المجتمعات وتعت المسلمين دروساً في الوحدة والإخاء والتضامن والصفاء والبر والصلة والهناء والطهر والخير والأنقاء والصبر والشجاعة والإباء نسأل الله سبحانه أن يتقبل مننا صالحة الأعمال ويوفقنا وإياكم لجميع العبادات وللقيام بجميع الأعمال الصالحة في شهر رمضان المبارك بنده بند رمضان ماش أما در مدهجو ليشتسي وإكدين أمرا وتكترون مكوري تسي شهر المبارك ويوفقنا بنده رمضان المبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا يبدو أن رمضان هو منارة للإيمان والتقوى منارة للإيمان والتقوى إيمان هو تقوى المنار هذا هو مدرسة للإيمان والتقوى رمضان هو حسن من الفتن و جميع المعاصي فتنه هو فتنه و مدرسة لأوان هو المترجم يبدو أن نصح نظر يبدو أن رمضان هو المترجم كيف يجب أن يقومون بخلق السفق يتصنع على هذه الأجوال رمضان هو المترجم وفتحنا على هذه القرآن يبدو أن رمضان في هذا الفتر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر